في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن دورة حياة الاس اس دي نشقته وترعروه وتطوره من الشكل القديم بمساحة تبدأ من 20 ميجا للوضع الحالي ولو فاكر ان الاس اس دي بالسرعة بتاعته خلته يدخل في استخدامات كتير منها الكاشنج والتيرد ستورج والاستخدامات دي هي الاستخدامات الاساسية للاس اس دي من الشركات الكبيرة جدا لكن انت كمستخدم ممكن طبعا تستفيد بالتقونيات دي والسرعة اللي بيوفرها الاس اس دي في اجهزة زي اجهزة كيو ناب واللي من المفترض انها اجهزة all in one وبتستبدل اجهزة اكبر منها بكتير من حيث الحجم يمكن اللي بيميز الاجهزة دي من كيو ناب انها سيستم كامل متكامل بدايتا من السيستم للهاردوير لحد الابليكيشنز اللي بتخدم غرض التخزين لكن السؤال هنا ايه ده ده اسمه ناس بوك تي بي اس ربعمية تلاتة وخمسين دي اكس في البداية النسخة شكلها ظريف جدا اسلم هيناسب اي مكان يتحط فيه شكله مش يخض مقارنة بالنسخة بتاعت الحلقة اللي فاتت اللي بصراحة مش شايف ان شكلها وحش خالص بس ده شكله اظرف بكتير المهم انه من غير بطارية على عكس ما احنا متعودين ان اي حاجة فيها اسمه بوك في سوق الكمبيوتر انها ببطارية وبتقدر تشتغل عليها من اي مكان زي النوت بوك نيت بوك كروم بوك ماك بوك المهم ان الجهاز بشكله الظريف ده بيحتوي على بروسيسور انتل سيلرون جي 4105 بروسيسور رباع النواة او كواد كور بيشتغل على تردد واحد وخمسة وبيقدر يكسر حاجز التردد ده ويوصل لتردد اتنين وخمسة عند الحاجة بتقدمها اجهزة كيوناب مقارنة بالشركات المنافسة في نفس المجال انها بسبب تواجد البلت ان جي بيو بتديك اتش دي ام او اي اللي بيخليك تشتغل على الوحدة بصورة بباشرة بدل ما تشتغل على الوحدة بس عن طريق الويب بروزر فده هيخلي الجهاز بالنسبة لجهاز كمبيوتر عادي جدا بس معتمد على نواة لينوكس مفتوحة المصدر غير كده ان الجي بيو هيقدر يخليك تعرض محتوى بدقة عرض توصل لفور كي او اوترا اتش دي بسرعة عرض اطارات توصل لستين اطار في الثانية الواحدة بسبب ان الوجهة من نوع اتش دي ام اي 2.0 الجهاز جاي برامتين كل رامة مساحتها اتنين جيجا بايت يعني total النسخة دي اربعة جيجا بايت من نوع دي دي ارفورد فيه نسخة اعلى من الجهاز راماتها بتكون تمانية جيجا بايت 2.4 وده اقصى مساحة ممكن توصل بيها للنسخة دي من الجهاز في الرامات على عكس اجهزة كيو نابل اللي اتكلمت عنها في اكتر من حلقة فاتت الجهاز ده ما بيدعمش تركيب اي هارضات ميكانيكا ايا كان حجمها 2.5 بوصة او 3.5 بوصة الجهاز ده ما بيدعمش الا تركيب SSD من نوع امد التو ساتر بحجم 2280 بعدد اربع اماكن وخلي النقطة دي هنتكلم فيها بعدين الجهاز من الواجهة الامامية بييجي بزرار باور وزراري للتحكم في مستوى الصوتر ربع نوتيفيكيشن لد متوصلين بالاربع اماكن بتاعت ال SSD واثنين USB سريو واحد منهم بس مربوط بالزرار اللي جنبه الخاص بميزة كيو ناب اللي موفرها في اجهزتها وهي ال USB One Touch Copy الميزة اللي بتوفرها لك الفكرة دي انك مش محتاج تكون متواجد على الكيو ناب كل مرة توصل فيها حاجة عن طريق ال USB سواء للاكسس بتاع التايركت او عن طريق البروزار كل اللي انت محتاجه انك بتزبط اعدادات الميزة دي لمرة واحدة بس وبعدها بتوصل اي USB سواء هارد او SSD او حتى فلاشة وبتدوس على الصرار دا لمدة ثانيتين وهو اوتوماتيك اللي بينقل الداتا اللي موجودة على ال USB ايا كان هو ايه للفولدر اللي انت محدده له وتقدر بعد كده تعمل سينك انه هو ينقل الحاجات من الفولدر من وإلى الفلاشة دي او العكس من الوجهة الامامية نروح للجانب الايصر اللي بيكون فيه بورت USB 3 تالت جنب فتحة التهوية اللي موجودة كمان في الجانب الايمان اللي بالمناسبة مش فتحة التهوية بس هي فتحة كمان للسبيكرز اللي متوصلين بالجهاز اما الجزء الخلفي من الجهاز فهو الجزء غني جدا بالمنافذ فيه اربعة USB 2 وواحد HDMI 2.0 اللي اتكلمت عنه من شوية اتنين لان واحد منهم 10 جيجابيت تي بيز بيشتغل بكابلات من نوع كات 5 اي او كات 6 اي اللان التاني هو اللان التقليدي بسرعة واحد جيجابيت RG45 دي فعلا كده واحد اوديو قوت واثنين اوديو اند بحجم ثلاثة ونصف مليمتر ده طبعا غير زرار ومنفذ الباور لو بسيت على امكانيات الجهاز من حيث البروسيس والرمات وطبعا من حيث المنافذ والشكل والابعاد بتاعت الجهاز هتلاقي ان الجهاز ده مناسب جدا لاستردامات كتير منها ان الجهاز ده ممكن يكون جهاز للاستريميج سواء محتوى مرئي عن طريق برنامج بلكس اللي بيكون موجود على كل الاجهزة او محتوى صوتي اللي بيكون عن طريق منصة روم والسبب كده ان الجي بيو هيديك برنامج بلكس ترانسكودينج كويس جدا او انك تستخدم الجهاز ده في الميتنجز لان البورس اللي موجودة خليك توصل اكتر من واحدة تخزين او اكتر من جهاز بيعتمد على اليو اس بي في وقت واحد في نفس الوقت بدل من الطريقة التقليدية فالكل هيقدر يتحكم في الداتا اللي موجودة سواء كانت لوكال او ديريكت في نفس الوقت الغريب ان الجهاز ده اول ما جاء كنت متخيل ان امكانياته بتأهلوا ان يكون النودل كاشنج لوحدة الكينوية بالاساسية عندنا هنا في المكتب بس الموضوع ابعد من كده بكتير زي ما احنا متفقين ومن حلقة فاتت ان بداية الاس اس دي انه كان في قطاع الشركات او قطاع الانتربرايز والقطاع ده من الشركات الاكبر منها حجما بتعتمد على داتا كتير وحجمها كبير جدا بتعاني من الهارتاب بسبب بطاقة شريط فابتدوا انهم يلجأوا للاس اس دي عشان يرفع شوية من السرعة بحلين الاول كاشنج والتاني هو التيرد ستورج انا استبعدت ان الحل التاني هيكون هدف الجهاز لان كده كده الواحدة اللي باعتمد عليها في الشغل هي التي اس تسعمية واحدة وتلاتين اكس اللي اتكلمت عنها في حلقة فاتت انا قريدي عامل فيها اتيرد ستورج فقلت ان اكيد ده مش هيكون هدف الجهاز وان هدف الجهاز هو الكاشنج سيستم ابص على موقع كيوناب الهقي الموضوع غير كده تماما اه الجهاز ما بيعتمدش غير على الاس اس دي ومن غير الاس اس دي ملوش اي لازمة في عملية التخزين لكن كونسبت كيوناب مختلف تماما عن كونسبت الكاشن الجهاز ده هيدعم حاجة اسمها الكاش موت المفترض انه يتم الاعلان عنها بصورة رسمية في معرض كومبيوتكس الفين وتسعتاشر اللي جاي في تحديث كيوتي اس فور بوينت فور بوينت وان لكن قبل ما نتكلم عن الكاش موت لازم تعرف ان استخدام الاس اس دي في الجهاز ده بيمكنك من حاجة مهمة جدا اسمها اكسترا اوفر بروفاجين الفكرة وراء استخدام الاس اس دي هو السرعة العالة اللي بوفرها ومع انتشار الاس اس دي والشركات ابتدت تسابق بعضها فانه هتقدم مساحة اعلى وسرعة اعلى مع سعر مناسب بقى الاس اس دي شقش بها اساسي في تواجده وبما ان كيوناب عارفة متأكدة ميزة تواج لو اكستشد الاس اس دي سواء كاشنج او تيرد استورج هي عارفة ان الاس اس دي قدامه عقبة وهي عقبة الكتاب عشان كده وفرت حاجة اسمها اكسترا اوفر بروفاجين ده بجانب الافر بروفاجين اللي بالاساس بيكون موجود في الاس اس دي فكرة الميزة انها تساعد في التعامل مع الداتا او الامبوت والاول بتوا تعمل عملية في الاس اس دي اسمها جاربيجي مش عاوزك تركز او في الكلام ده بس مفترض من الميزة دي انها توفر زيادة في الاداء للاس اس دي واستبقتي اكتر في الاراية والكتاب والاهم انها تزيد من قدرة التحمل للس اس دي اي العمر الافتراضي ليه خصوصا انه بيحصل داونجريد في اداء الاس اس دي مع استهلاك جزء اكبر من المساحة الخاصة بي فانت بتحدد عن طريق سوفتوير موجود في الاب ستور بتاع كيوراب مساحة تقدر بستين في المية من مساحة الاس اس دي عشان تخلي التقنية تتحكم في سرايان الداتا للاس اس دي بالتالي مايبقاش فيه اي فقد في الاداء مع استهلاك المساحة اما الكاش مونت مبدئيا ده مصطلح جديد كمسمة لكن قدية العمل مش بعيدة تماما جوهر العملية دي هو الكلاود المفترض الانتقنية دي هتسحب الداتا بتاعتك اللي على الكلاود بدعمل حوالي 20 منصة منهم المنصة اللي عند كل واحد فينا جوجل درايف او وان درايف لو انت عندك اكاونت على مايكروسوفت في ايا كانت الداتا هي اي المنصة ما عندهاش اي مشكلة في انها تنقل الملفات دي قلبا وقالبا والأب ستور بتاع كيوناب ما بيتوساش مليام بالبرامج اللي تشغل اي حاجة حتى وان كان الملف ده عبارة عن باكب للفيرشولايزيشن زي ما قلت انك عن طريق فيرشولايزيشن ستيشن تقدر تعمل ويندوز على مصة كيوناب طيب المهتمة باجهزة كيوناب او اللي بيتفرج على حلقاتنا هيفتكر اننا تكلمنا في انك تقدر تنقل الداتا من على الكلاود والى الجهاز او العكس بدون اي تدخل مدر كل اللي انت هتعمله انك بس تحدد العملية هتمشي ازاي في البداية كاش مونت بتقوم بنفس الفكرة لكن بشكل مختلف المنصة دي من المفترض انها هتعمل كاشنج للكلاود بتاعتك بالتالي انت هتقدر تأكسس الكلاود من على اللوكال نتورك بسرعة القراية والكتابة بتاعة الاس اس دي وسرعة الوصول للوحدة اللي بتوصل لواحد جيجابيت او عشرة جيجابيت ولو بتستخدم الوحدة بتاعتك ببروتوكول زي الاس ام بي او ال اي اف بي او ال ان اف اس هتقدر تخلي الناس جزء من السيستم بتاعتك وتأكسس الفايلز اللي على الكلاود كأنها وحدة تغزين ملحقة بالجهاز بتاعك الجديد بقى انك تقدر تنظم الفايلز دي على الكيو ناب على حسب الاتريبيوتس بتاعتها باستخدام مميزات كيو ناب زي الكيو فيلنج او انك تدور على ملفه معين باستخدام الكيو سيرش او انك تعرض الملفات عن طريق المالتي ميديا او انك تعدل على الفايلات دي نفسها باستخدام برامج كتير جدا زي التكست ادوتر او الاو سي اار كونفيرتر اللي بيحاول الصورة فيها لتكست ورد الملخص ان اي حاجة هتم على الكيو ناب هتم على الكلاود الكلاود بالنسبة لك هيكون مجرد مساحة تخزينية بس لكن الاكسس هيكون عن طريق الكيو ناب المفترض كده ان اي حاجة هتم على الكيو ناب هتسمى على طول على الكلاود واي حد من المكتب او من الشغل بتاعك او من البيت عندك ليه اكسس على الكلاود هيقدر يشوف التغييرات دي بكل سهولة وبصورة لحظية من المفترض ان الواحدة دي مع الميزة دي هتطبق فكرة الكاشنج الواحدة هتعمل الكاشنج للباقي وحدات الناس اللي موجودة عندك وسرعة الاكسس هتكون بناء على سرعة الاس اس دي في الكتابة والاراية موضوع الباك اوب مش جديد لكن موضوع التعديلات والطريقة اللي بتشتغل بها جديدة وفكرة الكاشنج لاجهزة الكيو ناب دي برضو جديدة بس هل ده يبرر سعر الجهاز اللي بيوصل لخمسمية اربعة وخمسين دولار الجهاز كسعر الواحده متغير اي حاجة سعره خمسمية ا اربعة وخمسين دولار كان مميزات من حيث الشكل الخارجي الابعاد اتنين لان واحد واحد جيجابيت والتاني عشر جيجابيت واعداد اليو اس بي فهو سعرا مش بطال او تقدر تقول انه معقول لان كالعادة اي حاجة ابعادها قليلة تقدر تعمل مهام اجهزة اكبر منها في الحجم دايما بتكون اغلى لكن مش الافضل في حدود السعر ده ده لو حد عاوز يعمل سيستم ناس في المكان بتاعه شغل او استخدام شخصية زي ما قلت ان سعر النسخة بدون الاس اس دي هو خمسمية اربعة وخمس دولار لو هتضيف اربعة اس اس دي على الامساحة كل واحد فيهم خمسمية جيجابيت الواحد فيهم سعره تمانية وتسعين دولار يبقى تكلفة الجهاز كله على بعضه بالاس اس دي هي تسعمية ستة واربعين دولار على الجنب التاني لو قلنا اننا عاوزين نعمل وحدة ناس جديدة في المكان على الاقل بنفس التكريفة السعرية فانا اختياري هيكون على الوحدة التي اس ربعمية واحد وخمسين بلاص اللي بنفس حجم الرمات وبنفس البروزيسور وبنفس التردد وعدد الانوية هيكون سعر الواحدة دي بس خمسم تسعمية وسبعين دولار وهنضيف تلات هاردات ناس مساحة كل واحد فيهم اربعة طيالة سعر الواحد هو مية وعشرة دولار بلاص اس اس دي بحجم امتين واربعين جيجا عشان الكاشنج سعره اتنين وتلاتين دولار يبقى التوتل بتاع الكونفيكريشن دي كلها هو تسعمية اتنين وتلاتين دولار يبقى فيه فرق حوالي واحد واربعين دولار مع فرق المساحة لان كده كده اللي بيخزن الداتا وبيحافظ على الداتا بتاعته من ان الهارد يبوس فجأة مش مهتم بالسرعة بال تالي اس اس دي بالنسبة له او الحل الاولاني مش اختيار بالنسبة له لكن مع زيادة حجم الداتا وزيادة الطلب على الداتا داخل مكان الشغل بتاعك انت هنا محتاج معدلات القرية والكتابة العالية واللي بيوفرها اس اس دي في عملية زي الكاشن دي فعلى كده ان فكرة الكاشنجة كفكرة هي فكرة كويسة جدا سواء للكلاود او لللوكال استوريج انا لسه مجربتهاش لانها لسه مش موجودة على الجهاز نفسه او الاب استور عشان اقدر اقيمها من حيث الاداء والاستخدام لكن الطبيعي انك بتلاقي كل برامج ومنصات كيوناب على كل الاجهزة واحد فلو الجهاز ده الميزة دي هتكون دسة حصرية ليه هنا اعتقد ان الجهاز ده استخدامه هيكون اعقد بكتير من فكرة الناس استوريج التقلودية لانك هتقدر تستخدمه كوحدة تغذية مركزية جهاز بي سي عادي او كاشنج استوريج لوحدة الاساسية اللي عندك او حتى او عندك اكتر من واحدة او هتكاشي الكلاود بتاعتك عليه وهتعدل اي حاجة هتسمع في الكلاود وده اللي المفترض هنشوفه لما الميزة تطلع للنور بص صورة رسمية ولحد ما الوقت دي يجي اعمل سبسكرايب لقناة عرب هاردوية عشان يجي لك بالحلقات الجيدة وممكن تروح تتفرج على حلقات اللي فاتت لحد ما الحلقة الجديدة تنزل وكالعادة رأيك تحت في التعليقات ولايك لو الحلقة عجبتك واشوفكم في الحلقة الجديدة اشتركوا في القناة